السلام عليكم مرحبا بكم على قناة كويزين سامبل اليوم ان شاء الله سنشارك معكم قريصات بلديين رائعين بعصير البرتقال كي يجوا ممتازين ورائعين ومختلفين على القريصات العاديين ساهلين جدا في التحضير فابقوا معي مشوا نشوفوا المقادر وطريقة التحضير وغادي نحتاجو كمكونات نصف كأس عصير البرتقال غادي نضيفو له كأس حليب ساخن بالنسبة لخالط دي العصير البرتقال مع الحليب خاصو يكون دافئ يعني من اللي تضيفو الحليب لعصير البرتقال عصير البرتقال كي يكون بارد فمن اللي تضيفو له الحليب خاصو الخالط ما بين الحليب وعصير البرتقال يكون دافئ وغادي نضيفو له بياض بيضاء والصفار نحتفظو به حتى الاخير مش ندهنو به الى بلديكم الحليب كيتقطع فماشي مشكل غال لان البرتقال كيكون حامض ولي كيخلي الحليب كيبلي نفح لكي يخسر وغادي نحتاجو كذلك نصف كأس سكر نصف كأس زيت ونخلطو هاد المكونات تقدروا ستعملوا اي نكهة بغيتو تقدروا ستعملوا قشور البرتقال او الفاني او اللي بغيتو ومن اللي نخلطوهم نضيفو ليهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز ونخلطو الخليط لكان بارد ما غاديش يخلي ليكم العجين يخمر بسرعة غادي تتعطل ليكم باش يخمر ولكن سخون بزاف غادي يخسر لكم الخميرة الخليط ديال الحليب مع عصر البرتقال حسو يكون دافئ كتقلبوه بيديكم إلا كان بارد حاولوا تسخنوه إلا كان سخون غادي سخليه حسيد فاني وغادي نبدو نضيفوه الدقيق اللي غادي نضيفوه تدريجيا نحساجو كذلك نصف ملعقة صغيرة ملح والقليل رأس الملعقة خميرة كيميائية كاز بقى خسيارية ماشي ضروري تضيفوها وبالنسبة للدقيق غادي نحساج نصف كيلو دقيق وكيبقى على حسب الدقيق اللي استعملتوه وش كيشرب ولا ما كيشربش المهم غادي تبقى تضيفوه الدقيق تدريجيا حتى تجمعوه العاجين وتحصلوه على عاجين اللي ما يكونش قاسح كيكون كيتلصق كيكون شوية مرخوف إذا بغيتو تضيفوه الزرارة السمسم الزنجلان أو النافع أو اللي بغيتو تضيفوهن في العاجين وغادي ندهنو العاجين بالقليل من الزيت ونغطيه ونخليه يخمر جيدا حتى يضاعف الحجم ديالو كيف كتلاحظو من بعد ما خمرلينا العاجين غا ناخدو صينية الفرن نفرشو فيها ورق الزبدة أو ندهنوها بالزيت وغادي نشكلو كويرات طبعا ندهنو يدينا بالزيت لأن العاجين كيكون كيتلصق ندهنو بالقليل من الزيت يجينا سهل باش نشكلوه نحاولو ما نخصروش العاجين ما تبقوش تقطعو في العاجين تقطعو مثلا كمية كبيرة وكسر الشغلة نقطعو غير الكمية اللي بغينا نصيبو بها قريصة على حساب وش بغيتوها كبيرة ولا صغيرة وكنشكلوها بهذا الشكل للطريقة الساهلة وبسيطة وكنوضعوه في صينية الفرن ومن اللي كان نشكلو القريصات دينا غادي نحاولو نقرسوهم باش ما يجيوناش عالين بزف نحاولو نقرسوهم نبسطوهم سوف نغطوهم ونخليوهم يخمروا مرة أخرى حتى يضاعف الحلم ديالهم ومن بعد ما خمرو لنا القريصات كيف كتلاحظو غادي ناخدو صفار بيضا اللي يخلينا في الأول نضيفو لي ملعقة صغيرة حليب او القليل من الخل وغادي ندهنو بيه القريصات دينا نحاولو ندهنوهم جيدا من الجوانب باش يجيونا محمرين وزوينين ومن اللي ندهنوهم بالبيض غادي نزينوهم بالسيمسيم بالفوق او تقدرو تزينوهم غير بالسكر سانيدة اللي يبغيتو وناخدو فورشت وغادي نديرو فيهم جوج تقايبات في حلاكة باش ماينتافخوش لينا كيف كتعرفو القريصات البلديين ما كيجوش منتافخين بزف يكونو شوي يرقاق هالتقايبات كيخليوهم ماينتافخوش بزف وكذلك ما كيتشقوش لينا وكيجوز وينين غير جربو هالطريقة غادي تعجبكم وندخلوهم الفورن على حرارة 180 درجة حتى كيطايبو ويتحمرو لنا جيدا ونخرجوه كيف كتلاحظو من بعد ما طابو لنا القريصات كيفاش كيجيو كيجيو محمرين وزوينين كيجيو محمرين من الجوانيب من الأسفل من الفوق كنشعل اليوم أنا لتحت الفوق وكيبقى على حسب الفرن ديالكم كل سيدة كتكون عارفة الفرن ديالها كيفاش خاصها تشعلو المهم نحمروهم جيدا كيجيو خفاف ورائعين في الماداق وساهلين كيفما شفتوا معايا الطريقة ساهلة وبسيطة كيجيو هشاش ومقطنين وكيجيو رائعين في الماداق ما تشبعوش منهم كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم تجربوها وتعجبكم طبعا إلا جربتوها خلوا لي آراءكم في التعالق وبارتاجيوها كذلك مع الأصدقاء والأحباب لعجباتكم وهذه كانت وصفة اليوم ما تنسونيش باللايك للتشجيع ولكنتو أول مرة تشوفوا القناة ضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات ونتلقاوا مع وصفة جديدة إن شاء الله